بعيداً عن الحلول العسكرية، تسعى أمريكا لزيادة الضغط على حكومة بشار الأسد للبدء بعملية انتقال سياسي تتضمن انتخابات شفافة وكتابة لتستور جديد إضافة لعودة اللاجئين السوريين ووقف إطلاق النار فبعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ والذي طال 39 كياناً وفرداً مقرباً من الأسد حذر جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص في الشأن السوري أن بلاده تملك الصلاحيات والأدوات الدبلوماسية التي تخولها لفرض المزيد من العقوبات مضيفاً أن القانون لا يعتبر رسائل لبشار الأسد بل وسيلة يعمل بها مع روسيا لتطبيق وفرض قرار مجلس الأمن 2254 في الوقت ذاته يخشى أعضاء الأمم المتحدة من تأثير هذه العقوبات على الداخل السوري الذي يعاني فيه أكثر من 11 مليون شخص ويلات الحرب ولتفادي ذلك قدمت كل من ألمانيا وبلجيكا مقترحاً يقضي بتمديد صلاحية عبور المنظمات الإنسانية والإعانات عبر منفذي باب السلام وباب الهوى المشتركين مع تركيا واستخراج استثناء لمدة ستة أشهر لمنفذ اليعروبي العراقي إلا أن هذه المطالب قد تواجه رفضاً روسي فموسكو تريد لهذه المساعدات أن تمر عبر دمشق وتعتبر أن أي استخدام للمنافذ البرية هو اعتداء على سيادة سوريا كما تقول أحلام اليعقوب العربية